السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزئية رقم 14 من الفصل الثالث سنتحدث عن خواص أو صفات المتال ماتريكس كومبوزيت وسنتحدث عن الأبليكيشن أوف كومبوزيت ماتيريال اللي هي تطبيقات الكومبوزيت ماتيريال من الشكل الواضح أمامنا سنتحدث عن خواص المتال ماتريكس كومبوز في الحقيقة أن الناتج اللي إحنا قدامنا الجدولين اللي أمامنا بتكلموا عن الألوي اللي هي الماتريكس اللي عبارة عن ألمينيوم سبيجة من سباك الألمينيوم أضفنا لها فيبر ببسطة نسبة حجمية أو فيبر أو فوليوم فراكشن عفوا بنسبة 5.3 من 10 وبنسبة 7.85 من 100 وبنسبة 10.45 من 100 وبنسبة 3.8 من 100 13.8 من 100 عفوا وكان نتيجة لكده عملية الشد تغيرت على النحو التالي أولا السبيكة الأصلية كان قوة الشد بتاعتها 60 ميجا بسكال والألونجيشن أو نسبة للسطالة 24.4 من 10 بعدا أضفنا لها 5.3 من 10 ارتفعت أو تضاعفت قوة الشد إلى 121 ميجا بسكال ونتيجة لهذا الاتفاع في القوة الشد تنصيح القوة الشد شيء طبيعي قلت نسبة للسطالة من 24.4 من 10 إلى 9.1 من 10 أما عندما كانت الإضافة 7.85 من 100 فزادت نسبة قوة الشد إلى 145 ميجا بسكال وقلت برضو نسبة الاستطالة إلى 6.6 من 10 وبزيادة نسبة الفايبر إلى 10.45 من 100 نسبة حجمية زادت الشد إلى 166 وقلت أيضا نسبة الاستطالة إلى 5.2 من 10 طيب أما آخر إضافة اللي هي 13.8 من 10 بصينا لقينا أن الشد زاد بنسبة 182 وقلت الاستطالة من بعدما كانت 24.4 من 10 للسبيكة الأصلي اللي هي الماتريكس أصبحت للكمبز بتعبارة عن 4.3 من 10 بالحقيقة التضح من الجدول ده يمكن مفهوم عام إحنا نعرفه حتى من قبل كده إن كلما زادت الاسترانس بتقل الايه بتقل نسبة الاستطالة أو نسبة التغير في الطول بتاع المادة طب تعالوا نشوف الإجزامبل التاني اللي هو بيبين برضو البرورتس بتاعة الميتال ماتريكس كومبزيت جبنا السبيكة الأصلية وهي 60-61 وأضفنا لها إضافات مختلفة زي الجرافيت زي البورون زي السيلمكوكربايت زي أكسيد الألمونيوم أو الألومينا فلقنا قوة الشد اختلفت اختلاف كبير فمثلا قوة الشد المادة الأصلية كانت 290 ميجا بسكار لما أضفنا جرافيت تقريبا تضاعفت قوة الشد وأصبحت 600 تقريبا تضاعفت يا أزياد من الضعف بجزء بسيط بعد كده لما أضفنا بورون لقنا أن البورون تكاد تكون بقت أربع أضعاف عن المادة الأصلية اللي هي الماتريكس وتحولت أو بقيت قوة الشد بتاعتها 1240 لما أضفنا السيليجونكوكربايت برضو زادت نسبة أو زادت قوة الشد عن المادة الأساسية وبقيت 1040 ولما أضفنا الإضافة الأخيرة اللي هي أكسيدي الألومنيوم أو أكسيدي الألومنيوم اللي هو الألومينا على سبيل التحديد يدوب تضاعفت النسبة من بعد ما كانت 290 بقيت 620 في الحقيقة الناظر لهذا الجدل بشكل عام يرى أنه بزيادة أو بعمل المادة أو بتحويل المادة تكونها مادة عادية ماتريكس إلى كومبوزيت أي مكان نوعه أو أي مكانة الإضافة فإن تحدث هناك زيادة في الاسترينس أو في القوة الشد الخاصة بالماتيريال بشكل على سبيل الأمور تطبقات الميتل ماتريكس كومبوزيت أو الكومبوزين باتيريال تستخدم الكومبوزين باتيريال بشكل واسح في الإيرو سبيس إنداسري إذا كان مثلا في صناعة طائرات أو صواريخ أو ما شابه تستخدم أيضا في السبورتينج جوز إنداسري في الأدوات الرياضية كمضارب الجولف أو القوارب الشراعية أو الواحد تزلق على الأمواج تستخدم أيضا بشكل واسح في الأوتومواتف إنداسري في صناعة السيارات كصناعة الصدمات لقصب السيارات أو التابلوهات بتاعة السيارات أو أغطية الأبواب من الداخل للقصب السيارة كما أنها تستخدم في الهم أبيلانس إنداسري في صناعة الأواني المنزلية كما رأينا كالأطباق والأواني المستخدمة في المنزل كالت LISA أو التاوات أو الأواني التي تغطى أو مغطى بطبقة من السراميك أو الجرانيت أو الديفان